بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد وطيب مليء بالنشاط والحيوية والنية الصافية اليوم سوف نرى وصفة ستاك رولي محشي بالدجاج والجبن ورافقتون على بطاطا والألذ الآن نرى ما نحتاجه للطبقة نحتاجه وش راهم مقابلكم لدينا ستاك كنت نعطي لكم كيفها قصيته وقلت لكم الحندي لكم في الفرن لدي هذه الهبرة حليتها بالسكين بالموس كما راكم تشوفوا هذه اللي جي جيت الفخض والله الكتف كما تحبوا لدي صدر الدجاج رحيته لدي نياج و بنطاري أي نوع تفضله من قيدكم بماركة معينة زبدة عندي خل أو لعصر ليمون موطرد عندي زيت اللي يحب زيتونة يستبدلها بزيتونة عندي المهرس اللي راح نستعملون بعدها عندي بصل مطحون عندي معدنوس وعندي سنينتهم هنا يا البنات وش نحتاج نحتاج فلفل أسود ونحتاج ملح ونحتاج كركم وزنجبيل ونحتاج ريزي بيز خاصة باللحوم ونحتاج بابريكا اللي مايحبش الحار ينحيها ويضي البابريكا اللي ماهيش حارة الآن وش راح ندير البنات هنحكم هذك ستاك ونجيب قنوط أو حلال يداوي أو أي كينة واحدة تشبه المطلقة ونخبط هذك ستاك نتاعين وننوزع باش للحم أي توزع نجيب المهرزتين راح نحط فيها ذك الثوم كما عارضكم تشوفو وراح ندير فيها شوية ملح فقط شوية فوفل أسود شوية زبدة شوية موطارد ونهرس حتى تحصل على مزيج كريمي تقدري مثلا ما عندك شمهرس تقدري حبيبتي عندك روبو صغير تقدري ترحيه في الروبو هذك عادي لبنات مسابقة كوكباد تحدي شاف الذهبي راني نشوفي وصفاتكم ما شاء الله اليوم حطيت لكم تطبيقات لأخوات من الوصفات اللي راني نحط فيها والفيديو اللي بعده ان شاء الله راح نحط لكم الوصفات اللي راح نحطوهم في التحدي هذا اللي قلت لكم من بعد راح تربحوا كتاب إلكتروني خاص بكم باسمكم وبوصفاتكم هنا ذك الخلطة كما راكم تشوفو راني خلط في الدجاج بعد ما هرست الثوم والمطعد والملح والفلفل أسود و شوية زبدة من بعد خليت شوية باش من بعد ندهن به ادهنت كما تشوفو اللحم من بعد راح نجي لصدر الدجاج هنا على حسب كمية هذه اللحم قادر تستعمل لربع صدر قادرات دجاج قادرات نصف المهم أني لحت شوية بصلة و لحت المعد نوس و لحت الموتار و لحت الزي بيس التي كنت استعملتها هنا أعرفوا أن البنات لا تتكلم ان يرى من تغلط يضرب التواب الخاصة بالدجاج و ليس خاصة باللحم زيت وعصير الليمونة ندمج كل مع بعضهم نعاود ونكرر نصدر الدجاج مطحون معدنوس ملح فلفل اسود شوية كركم و شوية زنجبي زنجبي توابل خاصة بالدجاج خل أو عصير الليمون و زيت هنا قبل ما نلوح الدجاج جبت الجبن الطري و تقدروا تديروا حتى الجبن الخاص بالعمبورغر هذا تقدروا ثاني تديروه هنا راني نحط في مربعات الجبن نستفيهم بهذا الطريق كما راكم تشوفوا هكا و راني نستفيه ثم يجينا نستاكلوا لبنين بنين بنين ما نتحدث لكم والبناء كما أحد الأخت كيف تنتهي لكم البنات الحم المفور من المفور عفوا الحمد لله الحمد لله الدائق بالكبير في النجاح الوصفة وفي الضوء الرهيب وفي الطراوة قلت لي رايجتني ابنت لي زي بيس كثرت تبتلها قلت لها يمكن انتي كثرتي قلت لي يمكن بزاف ثاني اللي علقوا لها قالوا لها يمكن كثرتي ابنت لي زي بيس كل ما تكثروا كما يقول لك إذا زاد الشيء عن حدهم قلب على ضده نقول لكم البنات حاولوا تديروا حاجة ما تكثروا يعني نقوم بزاف ثاني اللي حمد تلحيم البناتها تطعب تدجاج وبعد قلوا ما جات شبنين لا لا حاولوا كيفية تكونوا منطقيين هنا كما كنت رأيكم في الرشد اصدر الدجاج اللي كنت لحيت وتبالته اعلى الحاستك هذيك اللي حليتها وروليتها ما تكثريش بزاف الحشو بش ما يخرج لكش ما تكثرش وما تشحيش هنا اللي بنذو كطرق تربط راني نربط فيها كيروليتها هذك الجزء الاخير تعلف اللفة الاخيرة هولي يكون كقاعدة وبديت نربط بجيبو خيط خاص بالمطبخ نربطها شوفوا البنات نزيرها هنا دو كنت نعطي لكم الطريقة راهي سهلة كيفاش الداري شوفوا انا نربطها بعد ما نربطها نجي نجبدها ندخلها منا شوفوا هاكا سهلة بازاي بقالو لك نعطينا الطريقة تعل ودخل الخيط هكا وتجبديه سهلة مهلا والله ما هي صعيبة ها وتجبديه وتزيري هذا ما كان تقعد بنفس الطريقة حتى تكمليه هذك الحجم او الطول تعل تعلحملي درتين ها شوفوا البنات هاكا ونزيري هاذا ما كان اي سهلة يمشي صعيبة كيفاش باش تدخلي هذك الخيط طلبطي لستاكن تاعك سواء في الحم سواء في اله ان شاء الله هنزيد ندلكم الدجاج فاخسي في الفور باذني الله كل مرة نخصص لكم وقت الحاجة وكل حاجة نمدولها حقها باذني الله هاكا تقدري حتى الصدر الدجاج تحليه بها trial واتففخيه بشي أرغلي لا يوجد شرط غير الحم تقدر انتهى ت当 voice تقدر انت تختارعه هاها بعد ما كملت سوف ندور الخيط لكي نزيد ثبته كما لاكم تلاحظون ان يدخل فيه بين كل جزء و جزء لكي نتأكد انه لا يتحليش و لا يتحليش وربطيه لكي يقعد محافظ على الشكل انتاعه و لا تخرج ليش الحشوة ويعطينا شكل راقي هنا بعد ما كملت سوف نجيب البلالة سوف نرافقها مع البطاطا هنا سوف ندهنه بخليط تعزب دومه و ملح و فلفل اسود الذي دهنت به دهنت و خليت شوية خليته بكي ندهن به الوجه الخارجي ندهن الحمن تاعنا اها حاولت نغلف هذا الوجه الخارجي كامل اها اكيد الفرن يكون البنات شعل شعلناها قبل هنا البطاطا دلت فيها شوية زيت ملح و فلفل اسود فقط هذا ما كان تحبوا تديروها اه تقطعوها هكا بشكل طولي تحبوا تديروها مربعات لكم الحرية التامة اها و نحطها بجنب اللحم اها و ندير شوية مبرك خاطر من بعد اللحم ذاك يخرجنا يعطينا العسارة اه يطلق العسارة انتاعو هنا ما عنديش اه ورق خاص بالطبخ درت البابي فيلم هذا اه ديبانيت بيه و بعد ذا درت البابي أليمينيوم ما يسمى بالقزدير عند بعض الدول العربية الشقيقة و ندخلون الفرن على نار تكون ناقصة ما هيش قاوية على واه باش الحم هذا يطيبنه في غرضه و يطيبنه زبدة يعني الغرض البطاطا هي طيابة بس الحم بغينا هي طيب زبدة هنا بعد ما طاب كما تشوفو زيت شعلت له شوية من فوق باش يتحمر و تجي هذي كلا سوس مع البطاطا اللي منكها بذوق الحم هذك اللي حطينا يجي بنين على الكيف هنا حننحي سع الخيط اللي كنت تربط به و نبدأ نقص شرائح ها هنا راهوا شوية سخونة البنات بصحة كلا لازم يتكل سخون يعني نعرفوا الاطباق يتكلوا سخونين و رافقتها هنا كما تشوفو مع المطلوع مع سلطة مع الخلطة هذيك اللي تشبه الحميس اللي تتماشى مع المشاوي و مع الاطباق كما هذو إن شاء الله كنفتكم حبيباتي بالوصفة وتجربوها إن شاء الله وتنال إعجابكم كما دائما الوصفات راكم تجربوا فيها كما قلت لكم تطبيقات المشتركين و المتتبعات حبيبات على قلبي اللي راهم يحطوا في الوصفات في كوكبات في آخر الفيديو تشوفوا تطبيقاتهم و إن شاء الله الفيديو اللي بعدو نحط وش راكم تحطوا في المسابقة يعني باش نزيد نشجحكم و راني فخورة بكم فخورة فخورة شووا لبنات كيفش راني نكسم طعب زبدة كما تشوفوا و الضوء بالله ما نقدرش نقولكم حتى نجربوه وتخليوا لي أنتم ما أرأكم كما دائما تحطوها لي ما بقى لي غير نقولكم في أمان الله و في الملتقى إن شاء الله لنا لقاء في فيديو جاي في وصفات روتينات تحفيزية فيها نشاط هذه هي في أمان الله كانت معكم أختكم في الله سلام الله شكرا 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 شكرا